أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه ومنها الاتمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطب المختار وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رضائة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر وده معناه تكاليف مضعفة وأخيرا درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات أهلا بيكم في الدكتور النهاردة يوم مهم جدا في عالم طب الأسنان خلي بالكم أنه يعني فيه ناس كتير بيبقى دقيقة جدا في اختياراتها للمكان اللي هتروح وتعمل فيه بروسيدر إجراء خاص بأسنانهم سواء كانت تزراعة بتجميل تركيبات علاج عصب تعامل مع اللاسة مظلومة دايما بيتل ميرجروم دا واحد من رواد المشهورين جدا في عالم طب الأسنان في أمريكا قال جملة مهمة قوي قال أن التجارب السيئة للإنسان أو لأقربه هو اللي ممكن يدي له انطباعات معينة عند ذهبها يعني هو بيفصر حتى في أمريكا مشوار طب الأسنان أو مشوار عيادة الأسنان على الأمريكان على الأمريكا عشان كده برضو ما تستغربش لما تلاقي هنا في مصر حتى يقول لك أنا خايف هروح لدكتور السيئة في حاجات معينة لازم تراعيها فعلا ومن حقك ساعتها أنها لو فيها دفك تتخاف يعني مثلا جودة تهوية المكان اللي انت رايح فيه لو انت روحت مكان لاحزت أن ما فيهوش تهوية جيدة لازم تقلق ده معناها أنه مكان خص بالبكتيريا خلي بالك من النظافة وتعقيم المكان لو لاحزت أن النظافة والتعقيم مش جيدين هناخد بالنا برضو الكورسي المستخدم في الكاشف الدكتور لابس جوانتي ولا لا أنا مش متصور أنه فيه دكتور أسنان ما لابسش جوانتي بس لو صدفت أنت بحد مش لابس جوانتي لا أميجري أميجري على طول الجهاز التعقيم موجود وشغال كويس وطبعا لو انت عندك خبرة هتبعارف يعني لو انت فاهم كويس شوية هتبعارف نوع جهاز التعقيم ده ولا لا حاجة المهمة جدا جدا وبيخفالها الكثيرين الإضاءة الإضاءة من الحاجات اللي تخليك تتطمن أو تقلق لأن ده الإضاءة دلالة مهمة جدا على البروفيشناليتي في مكان الأسنان الإضاءة مهمة قوي لأسبابها نفهمها النهاردة النهاردة هنقرب من الموضوع ده بقوة ونفهم هل مخاوف الناس من المكان نفسه ليها ما يبررها وازاي نصححها وإيه المميزات اللي مفروض تتوافر وليه كلمة إضاءة مهمة ليه الكرسي مهم ليه التعقيم طبع التعقيم مهم جدا بس الجديدة علينا أن نسمعه نهاردة حكايات الإضاءة والتهوية التهوية طبعا لازم تكون مهمة تعالوا نقرب من الكلام ده أكتر وكتر ونفهم أكتر وكتر ونعيش مع طب الأسنان الممتع مع واحد من نجوم هذا العالم بيسعدني بأسلوبه الأكاديم الرائع في شرحه والتفصيل والعلم التفصيلي الجميل جدا وهو بيتكلم نهاردة أكيد هباسعيد جدا فيه حواري مع ضيفي العزيز للقيمة الألمية المتميزة اللي أستاذ الدكتورة علي عبدالواحد استشاري والدكتورة طب الفم والأسنان بكل طب أصر عيني مدرس طب الأسنان بكل طب أصر عيني أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أكتور عيني والله يوحرغك كمان وعيشني جديد حنلع سلامة ومبروك نيو سمايل الاسم عجبني قوي نيو سمايل يا السلام الابتسامة الجديدة الجديدة احكيلي طيب يعني إيه الأهداف إيه الفكرة شمعني اختار تنيو سماعي والله عجباني أول مقدمة اللي حقيقة بدأت بها البرنامج جدا أهلا عجباني جدا لأن يعني بيجي لنا ناس بيجي لهم عايدين تجميل مرة واثنين وثلاثة وعملين حاجة مثلا مش مظبوطة مرة واثنين وثلاثة ببقى في اللحظة دي ببقى كنت في الأول زمان كنت بالوم على الطبيب كنت في الأول زمان كنت بالوم على الطبيب بس مؤخرا بقيت بالوم على المريض لأن الوعي ذات جدا فبقينا يعني الوضع اختلف يعني دلوقتي بقت كل الناس عارفة كراونز وفنيرز وإلي بيتعمل في السنان وسهل جدا أنك تسأل على طبيب الأسنان تغيح له وسهل جدا أنك تتعرف هو طبيب الأسنان ده مدى حرفيته مدى علمه سينتيفك بيزيز بتاعته عاملة إزاي شهادات شهاداته يعني حاجة مهمة جدا مهمة جدا كمان يعني اختيار المريض اختيار المريض للدكتور بتاعه شيء مهمة جدا 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 لازم تشوف له حالات هو عملها بإيده دي حاجة مثلا مهمة جدا إن ما يعرضش عليك حالات مثلا أنا واجابة من عن نت مثلا يعني لازم تشوف حالات الدكتور ده هو اللي عملها بنفسه يعني إحنا في برنامج ده يعني إحنا في برنامج أنا ممكن أقدر أقول دلوقتي إن أنا دكتور سنان ما ليش حل وإن أنا كذا وكذا وعندي حاجات بس فين بقى بالضبط الفاصل إيه الفاصل هو أنت تيجي تشوف أنا الدكتور اللي أنت غير حلو ده عمل حالات زي حالتك مشابهة عرض عليك حالات مشابهة لحالتك معامولة عنده في العيادة شوفت حاجة مهمة شوفت feedbacks للمرضى بتوعه هل إنت شوفت feedbacks للمرضى بتوعه هل المرضى بتوعه إنت شوفت feedbacks ليهم تبعت يعني تبعت المرضى حقيين ما يكونش حد مؤجر بيقول كلمتين بالضبط 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 إحنا بنعمل feedbacks لكل مرضانا وبتبقى موجودة على السوشال ميديا عندنا إن إحنا بنقول مريض بيقول هو تجربته عندنا عمل أزاي وبيتباني ان هو كان حقيقي بيبان جدا 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 ومش شرط ان احنا نزوء الفيدباك نحيط حاجة معينة مش رس انا باظر كل الفيدباك اللي بتقول ان انا مثلا احنا عالجنا الحالة دي في يوم في جلسة واحدة لا في حالات بتبقى قادت عندنا وقت طويل جدا لان ده في حالات بتاخد وقت طويل جدا بتعدي على تخصصات مختلفة لحد ما توصل النتيجة النهائية فالفيدباك للدكتور اللي بتغيحلي ومهمة جدا 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 سؤال ايه اهداف ومميزات اي مشروع او اي منشأة في طب الاسنان بيباليها اهداف جولس ولازم توفر مميزات معينة انا قلت جزء منها وانت بقى كمل لي فكلمة اهداف ومميزات هل دي في خاطر برضو برضا طبعا 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 كل الحاجة احنا بنعملها بتصبف انها نحيط مصلحة المريض المريض بيبقى عايز يدخل عيادة يحس بالراحة النفسية او شيء يحس بالراحة للدكتور اللي هو رايح له ويتطمن انه الدكتور ده شاطر من الناحية المهنية ومش من الناحية المهنية والناحية العلمية كمان يتطمن ان الدكتور ده عنده من العلم ما يكفي انه هو يعالك حالته لاحزنا ان الناس كتيرة بتيجي بتبقى عندها عامل الوقت مهم جدا والناس كتيرة بتيجي مثلا من صفر من بر مصر ينسيحة العلاجات دي وقت في مصر بقت مهمة جدا شيء مهم جدا الناس كتير بتيجي بتبقى عايزة مكان قريب مثلا من المطار مثلا وناس كتير طبعا فيه حاجات كتيرة احنا بقنا دلوقتي السرعة بقيت مهمة جدا ان التكنولوجيا فرقت في السرعة في حاجات بدل بتتعمل على جلسة واثنين وثلاثة بتعمل في مرة واحدة مثلا مثلا التركيبات مهما كانت عندك مثلا كراون عندك علاج عصب عندك حاجات حاجات دي ممكن دلوقتي بقى بتتعمل بمنتهى السهولة ومنتهى الحرفية في مرة واحدة في جلسة واحدة فحبنا نبعد شوية عن حتة طبعا واحنا في مصر يعني طبعا الدنيا بتبقى يعني السهولة الوصول للمكان كانت مهمة جدا اختيارنا للمكان علشان بس يعني نسهل على الناس ان هي بالذات الناس اللي بتبقى جاية من صفر او كده نسهل عليهم ان هم يعني يخلصوا حاجاتهم اللي أم محتاجين يعملوها في يوم او في يومين لان احنا عندنا طبعا في العادة ما يسمح لان يعني كان حلمنا وهدفنا ان احنا عندنا مكان فيه كل الامكانيات يبقى تحت ايدك كل الحلول لان التكنولوجيا دلوقتي بقت حاجة مهمة جدا طب السنان بقى يعني فيه تلات عوامل مهمين جدا التكنولوجيا الحديثة والعلم والمهارة ماينفعش ان كنت تخفل عامل من العامل التلاتة دول كل العنصر من العناصر دي مهمة لها أهميتها ماينفعش ان كنت يبقى عندك مهارة ومعندكش علم او مش تحت ايدك فيه تكنولوجيا او ما بتطهرش نفسك ممكن واحد يبقى او ما بتطهرش نفسك بس وقف في العلم ما بيذكرش التكنولوجيا بتدي حلول التكنولوجيا والتكنولوجيا الوحدة ما تنفعش انت لو عندك تكنولوجيا وتحت ايدك softwares advanced جدا وانت ما عندكش علم وورى منها عمرك ما تعرف تستخدم التكنولوجيا دي يستخدم الصحيح بالعكس التكنولوجيا والsoftwares اللي في ايدك دي هتبقى مضرع لانها بتعمل حاجات virtual وهمية على softwares كبيرة جدا فانت لو ما عندكش العلم اللي وورى softwares والتكنولوجيا دي تحت ايدك هيبقى الموضوع صعب جدا وبيديني جدا ان شريحة كبيرة من الاطباء في الفترة الاخيرة بتغوج لان طب السنان حرفة او مهنة يعني ممكن تتعلمها اهم حاجة الحرفية او اهم حاجة المهارة لا احنا كنا بنجرد المهنة من اهم شيء فيها والشكل العلمي على فكرة دي مشكلة الشكل العلمي مهم جدا دي ازمة مش بسه في طب الاسنان في الطب البشري كمان بيطلع الشباب الاطباء عندهم فكرة في مثل كده بيروجوا الشباب بينه وبعض لازم يتشال ده خالص من قموسك والعلم في الراس مش في الكراس المثل ده يودي فداحة ده اول طريق الفشل اللي هو العلم في الراس مش في الكراس العلم في الكراس قبل ما يكون بقى في الراس وانت بترجبك يعني لازم تقرأ في كتب وتذاكر قبل ما تبدأ تشتغل ده مهمة اول مهمة جدا ان يبقى يعني احنا طبيب الاسنان العادي حتى طبيب الاسنان ممارس العام لو مداش اهمية التفاصيل معينة موجودة في المريض بنشوف كتير جدا اوقات كتير جدا حالات بتيجي متأخرة في علاجها او كان ممكن يعني طب الاسنان مش حشو وتركيب وبس لا في امراض فم وده الجزء باللي احنا بندغيسه في الجامعة ده الجزء الاكاديمي اللي احنا بندغيسه ان في امراض كتير جدا في الفم علاجها كل ما يبقى بدري كل ما يبقى اسرع واحسن واجمل ويبعد عن المريض ان هو يدخل في كل في متاهات كتيرة في العلاج احنا عندنا جزء في العيادة احنا المميزين به في عيادات مصر كلها ان احنا عندنا جزء امراض الفم جزء امراض الفم ده بما فيه احنا شاولين نخد الناس بقى ان في امراض كتير في الفم و للأسف الامرياض دي بتبقى يونيك للمنطقة الفموية يعني او غامل منطقة الفموية يونيك للمنطقة دي بس مش زيها زي اي جزء تاني في الجسم يعني مهدرش طبيب طبيب بشري ان هو يتعامل معاها لازم يبقى طبيب دارس امراض فم يعني ده حالة ايه يعني ده بداية فهم الكلمة علم علم ده مهم او مش مجرد ان انا احترام طبعا هعمل تجميل هعمل فينير لا ده فيه علم اسمه علم امراض الفم طبعا حتى التجميل برضو داخل فيه علم التجميل لازم يقوى منه علم ان التجميل دي اخر حاجة اخر حاجة بدخل عليها المريض يعني قبل ما ببدأ فتجميل حالة لازم الحالة تبقى جهزة للتجميل اللي هيا تعمله من ناحية كل الجوان KYLE من ناحية اللسم حشوات تجميلية طبعا لازم كل الحاجة ter�� wondering قبل ما اركب لها قبل ما اعملها تجميل اسنانها لازم يتعالج الأول طبعا يعني هنا لو شفنا الصور من الأول هنلاقي إن في حالة مرضية طبعا في حالة مرضية وصف لي بقى الحالة كانت إيه ده الحالة دي هو عامل حاجات كتير جدا في أسنانه هو يعني أولا ممكن يكون أهمل شوية بس لكنه راح للطبيب مرة واثنين وثلاثة مهمة بقى حاجة مهمة جدا إنه لازم مريض زي ده لازم يسيب الإجراء الطبي للدكتور بتاعه يعني مثلا ما يفعش يجيلي حد زي ده يقولي أنا عايز اركب فينير أنا سمعت عن الفنير عايز اركب فينير فينير لازم السنان تتعالج كويس جدا 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 لازم السنانها محتاجة حشوات تتعامل فيها حشوات السنانها محتاجة تتعامل فيها عصب تتعامل فيها عصب ولازم التحضير للحالة يتم بصورة علمية يعني أنا لازم أخد صور للحالات زي ما احنا شايفين لازم أخد لها صور كويس جداً يعلم التصوير عندك وده علم عندك الستوديو ده عندي استوديو مكان مهم استوديو بجد استوديو أدوات تصوير بالكاميرات احترافية يعني مش أي كاميرا تعرف تجيب الزاوية دي بس حلوة أوي بصراحة جميلة قبل وبعد طبعاً اختلاف يعني ده أنا بعتبر أنه هو زي بالظبط واحد عنده مثلاً 140 كيلو وعمل عمليه التدبيس معده وبقى 70 كيلو Life changing فعلاً يعني يتغير حياته بالكامل لأه في التعاملات وبعدين انت خدت برضو ميزة مهمة قوي انت خلتها له natural برضو يعني مش لازم تبقى بالظبط أي ممكن تبقى بيضة بس مش أبيض تبشير أبيض فيها تفاصيل فاختيار اللون ده بنرجع للمريض ده الحاجة اللي بنسبه للمريض إنما لازم تحضير الحالة لازم التحضير للحالة يتم بصورة علمية لأن ده الضمان الوحيد لأن الحالة دي الضمان الوحيد جاء استمرارية الحالة لأنني محصلش فيها أي مشاكل على المدى البعيد يعني جيلي حد مثلا يقول لي أنا سمعت إن أي تركيب بيعمل ريحة وحش مفيش حاجة أسمعها كده هو العمل تركيب بشكل مظبوط عمري ما يبقى فيه ريحة وحش جاء والتركيبة دي قفلة على السنة داير ميدور قفلة كويس جداً مفيش أي تسريب ما بينها وبين السنة اللي موجودة عمري ما يبقى فيه منها ريحة وحش عمري ما يبقى فيه منها أي مشاكل عمري ما يبقى هتجيب له التهابات في اللاسة عمري ما هتعمله بروز في السنان كل الحاجات دي هنتفداها لو إحنا محضرين للحالة بصورة علمية قبل ما نستمر في الرحلة دي قولي المميزات اللي دلوقتي أنت سعيد طبع أكيد تكنولوجيا أكيد حاجات معينة نقط معينة ممكن تكون غايبة عن دماغ بعض الناس أنا تكلمت على الإضاءة مثلا أخبالك وأنا في الإضاءة دي شايف إنها شيء مهم جداً طبعاً كمل لي غير ده إيه كمان إيه المميزات الإضاءة مهمة جداً 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 يعني الإضاءة بتدي أحساس بتدي أحساس يعني فيه إضاءة عيادة وفيه إضاءة يعني إضاءة جوه القضاء اللي هنشغلين فيها وفيه إضاءة العيادة كلها كل إضاءة من دي ليها ضبطة معينة تدي أحساس براحة نفسية فيه إضاءة ممكن تخوف طبع الإضاءة حلوة بس تتخوف وفيه إضاءة ممكن تدي أحساس بالراحة وفيه إضاءة مهمة جداً ليه أنا كطبيب وأنا شغال عشان أعرف أختار لون السنة اللي أنا عايز أحدده ده اللون السنة دي أعمل إزاي بالزبط فيه إضاءة ممكن تعمل لي يعني تخليني شايف السنة شايف اللون مختلف فإضاءة جوه العيادة دي مهمة جداً وليها ضبطة علمية معروفة جداً بستاندر بستاندرد بالزبط كده تقودوا تعملوها بتجيبوا ناس معينة تعملوا كل شيء دي طبعاً فيه غاحة نفسية للمكان ككل وده كان شيء مهمني جداً في المكان الجديد أنا يبقى عايز غاحة نفسية تبقى موجودة في كل شيء كل تفصيلة موجودة لها غاحة نفسية الفيديو اللي احنا شفناه وانا شغال من شوية ده مهمة جداً وانا بكشف على الحالة مثلاً مهمة جداً اننا الحالة دي تبقى شايفها سنانها قدامها شايف ايه مشاكله يعني ما اجا أقوله مثلاً انت عندك تسوس في السنة دي عندك السنة دي محتاجة حشو السنة دي فيها كذا فيها كذا لازم يبقى شايف بعنيه أنا بعمل ايه ولازم أعرض أشرح له أول جلسة دي بالنسبالي بتبقى جلس الديسكاشن بيني وبين المريض لازم أعرض له كل حاجة عنده ويبقى متطمّل انه شايف الحاجة كبيرة قدامه كده قدامه كده ومتشافة طبعاً والكارثة متشافة شايف في التساقه كير بقى ما اقوله اخر سنة وراء اخر سنة عالشمال اخر سنة لازم هو يبقى شايفها قدامه شايف السنة كم سنة عنده محتاجة حشو كم سنة عنده محتاجة عصب كم سنة عنده محتاجة كراون ويازم صور يحترفيها زي محرق ما قلت بالضبط كده وكل ما بنقدر ان احنا يبقى عندنا تحت ايدينا شيء ممكن نسهل بيه على المريض زيارة طبيب السنان بنحاول ان احنا وفارها عندنا التكنولوجيا بقى هل انت شايف انها انت قلت جبلة برضو يعني ماكرة التكنولوجيا مش زي ما انتوا فاهمين لازم تتطوع في ايد طبعا التكنولوجيا في ايد اللي فاهم غير اللي في ايد طبعا اللي والس او التكنولوجيا في ايد واحد مش ما عندوش ها يعمل حاجات مضرّة مش مفيدة لان التكنولوجيا بتتيح لي ان انا مثلا اا التكنولوجيا بتيح لي ان انا ارسم صورة الابتسامة قبل ما قبل ما اصممها فانا ما عنديش علم كافي هأرسم ابتسامة تانية خارج هتتنفس بشكل تاني خالص. فتبقى بالنسبة لي تكنولوجيا او حشمن لو انا بعملها بالطريقة المانيول. يعني او بعملها بالطريقة المانيول عمري ما هعمل كده. فالتكنولوجيا مهمة جدا ولكن محتاجة علم في ظهرها. يسندها. ده السلك اللي هو. ده استيشن الاولانية منه ان احنا بناخد مقاسات بالكمبيوتر بناخد مقاس بسكنر. وبدل طبعا من نحطها عجينة وكده. وبعدين على الاستيشن الاولانية بنعمل ديزاين. بنعمل غسمة الابتسامة اللي احنا عايزين نعمله. ديستيشن التانية بتيجي ان احنا بننفذ الابتسام. نفس الابتسامة اللي انا عملها على الجهاز الكمبيوتر هي ابتسامة اللي بتتصنع هنا. وبعدين بنيجي للتفاصيل الأخرانية اللي بنعملها في التركيبات. وبعدين بنسمع المريض أغلبية الحالات ممكن تتسلم في خلال في حالات ممكن تخلص في يوم واحد في حالات ممكن تخلص في يومين ثلاثة في حالات ممكن تدخل أكتر من كالة وهي مستهلة إحنا مش بنزق نحية حاجة معينة إلا لو الحالة دي يعني حالة دي مستهلة إنها تعدي بمراحل خصوصات مختلفة بنعمل كده بنعدي علاج لسا الأول وبعدين حشوات وبعدين تركيب مش كل حاجة ممكن تخلص في يوم واحد ولكن الحاجات اللي كانت زمان ممكن تخلص في مغتين وثلاثة دلوقتي بقت عادي كده أنت تخلص في يوم واحد يعني غالبية حشوات العصب تسعين من حشوات العصب ممكن تخلص في يوم واحد هو سؤالي بقى التاني كمان إحنا استرك وزيه الليزر طبع أسلحة فتاكة لو استخدمت صح طبع لكن هتعمل الليزر بذات يعمل مشاكل طبع آه طبع طبع الليزر ليس قبطة معينة لازم تثبطه أو هتعمل بيشيء معين فلازم لأن الليزر قوة جبارة ممكن أن هي تبقى مفيدة وممكن أن النهاية تبقى مضارة آه نفس الكلام السارك نفس الكلام المايكروسكوب نفس الكلام حاجات كتير جدا في العيادة آه مهمة جدا أن هي لازم العلم يبقى هو الأساس لأي تكنولوجيا أو أي حاجة موجودة عندي في العيادة آه زي ما أقول دايما المشرت في يد الجراح غيره في يد السفاح أهمية التخصص بقى ما حكش أعتقد خلاص بقى فكرة الدكتور بتاع كله طبعا طبعا التخصص مهم جدا 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 كل يعني قدر يعيش لخبازه اللي بيعرف يعمل شيء لازم هو بيبقى أفضل واحد يعمله هو المتخصص فيه ولكن برضو التخصص مهم ولكن مهم جدا أن يبقى فوق التخصص فيه نظرة عامة نظرة شمولية يعني بمعنى أن أنا ممكن أبقى متخصص في شيء فأوجه المريض ناحية حاجة معينة عشان أنا حاجة دي أنا متخصص فيه أنا راجل متخصص في الإمبلنتولوجي فأوجه المريض ناحية أنه يعمل زراعة أنا راجل متخصص في علاج الجزور فالسنة اللي محتاجة تتخلع عشان يتحط زراعة أنا أوجهه إنه إحنا ممكن نعمل علاج عصف فيه وضيع وقت وضيع وقت العيان بالظبط كده فمهم جدا النظرة الشمولية إنك إنت يعني أنا عندي أنا اللي بأوجه المريض السنة دي محتاجة أنا بحط له التريد من تبلانة قوانية السنة دي هتتعمل في علاج الجزور هنخلع هنحط زراعة هنحط يعني النظرة الشمولية أهم يعني أنا عايز أقول إن التخصص قد يكون في بعض الأوقات ممكن إن هو يزوق المريض ناحية حاجة تبقى الدكتور يبقى بايز ناحية حاجة معينة يعني موجه ناحية حاجة معينة كل واحد بيحب أولاده يعني بحب ابنه أوه الله بحب ابنه هو تخصصه طب الزبط ولكن التخصص شيء طبعا يعني أفاد المهنة بشكل كبير جدا مهم جدا إنه يبقى فيه تخصصية يعني التخصص زي ما قلت كل الواحد شاطر في شيء هو أفضل واحد بيعمله هو بيعمل الشيء ده بس يعني هاي الجزور لي متخصص الجراحات طبعا أدفانست كتير حاجات أدفانست كتير جدا ليها متخصصين فيها المراد الفم ليها ناس متخصصين فيها كله يعني أنت دلوقتي جمعت الفكرتين لازم يكونوا متوفرين المكان لازم يكون فيه متخصصين متنوعين طبعا وفي نفس الوقت لازم يكون فيه نظرة شمولية شايفة مصلحة المريض وبتوجهه لأنه كده كده طالما أنا عندي كل التخصصات هوجه المريض للأصح له طبعا أنا معديش مشكلة طبعا صح كده طبعا بالضبط قولي بقى حتى بقى في التجميل نفسه لأن أنا بشوف مشكلة ضخمة جدا تلاقي مجموعة بنات وششهم وألوانهم متبعدة وتكوين بمجموتهم متبعدة وعملين سنانهم كلهم نفس الشكل نفس الشكل دي قضية خطيرة طبعا يعني التجميل مش شكل واحد أنا بحطه على أشخاص مختلفة يعني كل شخص ليه تجميل بتاعه ليه اللمسة الخاصة بيه هو الكاستمايزيشن بتاع الكاستمايزيشن مهمة جدا 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 يعني إحنا بنحاول إن إحنا التجميل إيه هو التجميل؟ التجميل هو إن أنا أقرب للحاجة الطبعية مش التجميل هو إن أنا أعمل حاجة مصطنعة كل ما هقرب للحاجة الطبعية كل ما أنا هشوفها هشوفها شكلها جميلة ولكن شكلها مش مصطنعة الحالة اللي إحنا شايفينها دي البنت دي كعندها خالة الجيني الخالة الجيني ده عامل مشكلة في تكوين أسنانها طبعا كان عندها يازم ناخد لها صور مصبوطة عندها مشاكل لسة السنان اللسة بينها عندها ابتسامة لسة وية فكنا عاملين حسابنا إن إحنا الحالة دي مثلا هنعمل لها تجميل لسة وبعد ما هنعمل لها تجميل لسة الشفة الفؤانية دخل الجوة في محتاجة عاملين حسابنا إحنا معنا وإحنا بنعمل حالات دي بعملنا حد لا فيشير كوزموتكس تجميل وجه يعني ممكن نحتاج إن إحنا ساعات في حياتات ممكن نحتاج إن إحنا نحقن فيها بوتوكس أو فيلرز أو حاجات زي كده بعد ما عملنا تجميل لسة وعملنا السنان جاينا إن إحنا النتيجة قدامنا زي ما إحنا ما شايفين في الصورة كده بس تجميل لسة وحطنا فيها أسنان هي ابتسامتها هي كانت بتخبي ابتسامتها هي كانت بتخبي ضحكتها فلما السنان بدأت إن هي تزوء اللسة لبرة بدأت الشفاية بتبين فبدأت ضحكتها تبقى طبعية جداً مش محتاجة لفيلة ولا حاجة ولا أي حاجة طبعاً بعدنا عنها إن هي بعدنا من حاجات كتير جداً هي فغينة عنها هنا دي برضو تندرك تحت فكرة العلم يعني لازم أكون بيزك علمي أنا لما تجي إلى حالة زي كده مش لازم أول شيء أوجه المريض ناحية إن أنا محتاج أبرد كل أسنانك وأعمل التركيبات في كل أسنانك وأعمل التربيش على كل أسنانك لا خالص حالة زي كده عنده كسر في السنة الأمامية وهو عايز يفتح سنانه عملنا فيها تبييد عادي خارس في السنة واحدة وعملنا فيها حشو تجميلي للأسنان الأمامية الحشو التجميلي على نفس اللون الجديد بتاع الأسنان فبقى الرجل ده بقى عمل هوليوود اسمايل في جلسة واحدة من خير ما يعمل أي تركيبات على أسنان مش لازم كل الحالات تعمل تركيب على كل الأسنان يعني دي عملنا كم تركيبة؟ ولا تركيبة ولا تركيبة تبييد بس؟ حشو أمامية بس بس؟ وطبييد الأسنان يعني متكلفش كتير ده؟ خارس خارس مواحدة ده إحنا عايزين نقوله إن مش كل حالة لازم تعمل علاج عصف في كل أسنانها وتعمل تركيبات في كل أسنانها فكرة دي خطأة جداً إنتم متخيلين يا جماعة إن الحالة دي بقت بالسكر ده يمكن بتكلفة يعني حاجات بسيطة جداً؟ هي إيه عبارة عن تركيبة؟ لإننا وجهناها مظبوط حانما وجهناها مظبوط التكلفة بقت أقل والتكلفة دي حاجة شيء مهم جداً أنا برضو يعني يعني عايزين نتكلم فيها إن فكرة التسعير إحنا عارفين إننا فيها فارييشنز كبيرة جداً وعلى فكرة ده موجود في العالم كله حتى في أمريكا حتى في كل حد لهم عندهم موضوع أكبر بكتير إنتعرف إن التكلفة بتاع الطب الأسنان في أمريكا عالية جداً؟ عالية وفيها فارييشنز يعني فيها اختلاف فإحنا اللي إحنا عايزين نقوله إيه إن قادي يكون أنا ممكن أعمل ما يكون ممكن مثلاً أكون أنا بعمل حاجة شيء كراون أو أي شيء برقم وممكن حد أنا ممكن أقوله رقم ده عادي على فكرة بس ممكن يكون حد تاني بيعمل نفس الشيء ده برقم أقل بكتير ولكن ممكن يكون قد يكون اللي بيعمله برقم أقل ده الربحية بتاعته أعلى بكتير جداً يعني ممكن واحد يبقى بيعمل حاجة بعشرة عشر قروش واحد بيعملها بخمس قروش بيعمل خمس قروش ده الربح بتاعه أعلى بكتير جداً لأن تكلفتها عليه هي قرش أقل بكتير جايبها بقرش عملة بخمسة كسب أربعة اللي جاء عمل بعشر ده جايبها التمانية تكسب اتنين بالزبط كده وممكن بردو للأسف إن ممكن الناس تبقى تعملها بعشر قروش وبتكلفها واحد بردو فإحنا في النهاية أهم شيء الثقة في طبيبك الثقة دي مهمة جدا جدا وهنقف دايما قدام التسعير قدام الكلام في القوص كتير عشان نفهم الناس لكن قولي الأسس اللي المال عليها التجميل يعني كتير من الناس بتجيلك تقول لك أنا عايز أعمل التجميل مش فاهم إن المسألة أسس علمية دقيقة تستخدم طبعا أنا في حالات كتير جدا ممكن إن أنا يعني مش لازم كل حالة عايزة تجميل إن أنا عمل لها بغد في كل أسنانها وعمل لها تركيبات في كل أسنانها في حالات ممكن ممكن أوجيهها توجه مختلف تماما يعني في حالات ممكن أنا مهم جدا 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 إن التجميل يبقى على الأسس علمية طبيب الأسنان ده هو طب تجميلي مش تجميل يعني لازم يبقى فيه طب وغير الموضوع يعني هنا مثلا الحالة دي دي تحضير للأسنان عشان نعمل لها تركيبات التحضير دي لو ما تمش بصورة علمية التركيبات كلها بوز ومهم جدا إن التجميل اللي مستهله يعني حد مش مستهله نحن نعمل عنده أي تجميل في أسنانه بنعملش ده حد مش مستهل نحن نعمل له زي ما أنت جبت الحالة بتاعت يدوبك بيضنا وحطنا بالضبط كده بالضبط هنا مثلا إيه يعني لها تحضير للأسنان للحالة اللي احنا كنا شفناها من شوية التحضير للتركيبات جيدة الكراونز اللي احنا عملينها عايزين نوري في الصورة دي إن التحضير لازم يتم بأسس علمية عشان التركيبة دي تعيش مدى الحياة يعني يجي لحد مثلا يقول لي هتديني ضمانة على التركيبة أقول له والله احنا بنعمل أقصى ما في وسعنا إن احنا نعمل تركيبة ما تسبب لكش أي مشاكل ما تسبب لكش أي مشكلة لا في اللسة ولا في الأسنان ولا في رحية فم ولا في أي شيء ولكن الحفاظ على التركيبة مهمة جدا إن احنا بنعملها بس التحديد له شروط طبعا لأسس علمية جازم نمشي عليها عشان التركيبة دي تعيش أقصى فترة ممكن بقاش فيه بقى أنا بقيتش مذاكرة أوفر ريداكشن ولا بالزبط ولا بالزبط أسيب بقى شيلفنج بالزبط وفي حاجة مهمة جدا إن مش كل سنة يتعمل عليها كراون لازم يتعمل تحتيها حشو عصب يعني أنا لو حضرت لو حضرت الأسنان بطريقة علمية مش لازم إن أنا أعمل حشو عصب تحت السنة لأنها عامل فيها كراون يعني كل سنة بيتعمل فيها حشو عصب أوه بعديها بنعمل كراون لكن مش كل سنة يتعملها كراون لازم يتعمل تحتيها حشو عصب إذا كانت محتاجة بالزبط جدا إذا كانت محتاجة الحالة دي صعبة أنا شيفها مش سهلة الحالة دي تجميلية بحت آه يعني الحالة دي الرجل ده هو جاي هو مش عاجب لون سنانه عمل حشبات أمامية بسيطة في السنانه الأمامية عايز يعمل تجميل عايز يبقى لون سنانه آآ كويسة آآ عايز يبقى سنانه لونها أبيض واتبان طبيعية آآ حالة دي خرصت في زمن قياسي جدا مش هتصدقنا أعطيك الحالة دي خرصت في يومين آآ كل التركيبات اللي عنده دي عمرناها آآ محتاجتش تجميل في يعني احتاجت تجميل في اللاسة بري كونتورينج أو إعادة تصبيت لللاسة بالليزر خرصت في نفس الجلسة وبعد كده عمرناها التركيبات اللي حرق شايفة دي دي كلها كراونز كراونز يعني آآ اللي ميل فيها النتشراليتي نوع نوع الماتيريال إيه هنا دي إيماكس دي كراونز إيماكس إيماكس ده بيبقى برسلين عالي الشفافية آآ بيدي إحساس أن هي بنفس الشفافية الأسنان الطبيعية آآ ده بيبقى شكله شيك قوي إيماكس شكله شيك بلا شكل يعني قولي بقى أنا هسألك كم سؤال سريع وهتعلق لي يعني حاجة زي أكمل حاجة كده يعني هقولي جملة وإنت هتفاق بس ممكن تفكر شوي يعني هذا الشيء يضايقني جدا في عالم تجميل الأسنان يعني من كونها من ناحية العلمية من العلم اللي وراء طب الأسنان حتى لو كان تجميلي بحت طب الأسنان تجميلي بحت يازم علمه ويسنده اللي بيروج للكلمة دي أكيد أحد مش ميذاكر دي حقيقة أه حد ما خدش شهادات جتاية فييروج للكلمة وأنا ما عنديش مشكلة أنه هو يروج أنه أنا أنا شاطر جدا مفيش مشكلة بس بالأسف أنه يسعب بالدوري طالبة جثة في السنين الكلية أه طبعا بقول لك تتكلم على مستوى الطب كله دي قضية خطيرة جدا 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 اللثة ما زالت مظلومة جدا 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 نجميلي بنا جدا جدا ليه لأنه ممكن تعمل تركيبات في منتهى الجمال بس اللثة فيها مشكلة تخلي الشكل النهائي أوحش من مكان قبله من مكان قبل ما يعمل تجميل المكان الذي يوجد فيه سيرك وليزر هو بالتأكيد المكان الأفضل كلام ده صح ولا هلط صح ولكن بشروط أيوة صح ولكن بشروط لأنه طبعا دي زي ما قلت دي تكنولوجي وسائل تكنولوجية هتدي للدكتوري اللي موجود حلول إنه هو في مواقف بدل ما أنت ما هتحتاج أنك أنت تعمل مثلا جراحة لثوية وتصبر مثلا أسبوع عشان تبدأ تعمل التركيبات جاء الليزر ممكن يعملك القصة دي في يوم واحد لأن التأم بعد الليزر القطع باستخدام الليزر بيخلي التأم اللاسا سريع جدا بيحفز الأنسجة الجزعية الخلايا الجزعية اللي موجودة إنها تلتأم فمثلا ده هيوفر عليك مدة طويلة من الالتأم هيوفر عليك إنه ما بقاش فيه مثلا بليدنج نزيف مثلا مطرح الجراحة لثوية اللي أنت هتعمله مثلا السيرك هيوفر عليك مثلا جلسات كتير رايح جاي كتير جدا هيوفر عليك جلسات كتير من البروفات اللي كنا بنعملها زمان هيوفر عليك إنك لما تحط تركيبة التركيبة اللي أنا بحطها في بق المريض زي ما أنا مرسمها على الجهاز بالزبط زي ما هتطرع يعني مش هنحط الكراون مثلا وهنستكشفه سوى هنشوفه مثلا هو عالي ولا واطي ولا بيعد ولا بفيش الكلام ده زي ما أنا ما عاملها بالزبط هي هتكون موجودة مش نهاية مفاجآت أنا اللي بكون متحكم في كل الفاكتورز بتاعتها الكونتكت قبلها وبعدها والكونتكت مع السنة اللي فوقيها وكل شيء أنت أسعد تاني بزيارتك الجميلة أنا يعني يعني كمان بنتظر هذه الزيارة اللي أنا بقى عايز بقى يعني مزروني كل سنة مع ربا عايزين بقى نشوف نيو سماعيل كتير نشوف اللي ابتسامة الجديدة والكونسبت الجديد أنا دايما والحمد لله بلجأ إنه دايما يكون في طب الأسنان بالساطق الحلم هو أول حاجة في الحوار طبا عشان وسبحان الله كأنني أنا منكم ولكنتوا لستوا منكم يعني حاسس بالجملة اللي انت قلتها دلوقتي اللي هي خطرة جداً هو تصدير فكرة لشباب الأطباء والبعض المرضى اللي ممكن يكون برضو عندهم انترس اللي هم يعرفوا شهادات وبتاعي يقولك لا المهم الخبرة لا المهم الشهادات المهم المهارة آه بعد الشهادة المهم العلم والمذاكرة ده شيء وإلا ما كانش يبقى فيه ماجستير مش كان يبقى فيه دكتوراه ما كانش يبقى فيه ترئيات في الجامعة طبا الكلام ده مهم جداً 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 نورتني وشرفتني وكالعادة أبداعي شكراً لها ديكتب أين ضيفي العزيزة القمة العلمية المتمائزة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور علي عبدالواحد استشاري ودكتورة طب الفم والأسنان بكلية طب جامعة القاهرة المدرس لطب الأسنان بكلية طب جامعة القاهرة الأصري العيني كان ضيفي في واحدة من حلقاته الممتعة مليئة بالعلم مليئة بالحكايات الحكايات اللي فيها التكنولوجيا موجودة اللي فيها الليزر اللي فيها السيريك اللي فيها قصص ممكن تجميل طويل وقوي وكامل لسن كلها محتاجة وممكن مجرد إن احنا نعمل حشوة تجميلية وتبيض برضو نحصل على التجميل القصة فين؟ القصة في اللي محتاجه المريض كل مريض يا باشا ولو سكته ولو طريقه الدكتور هو اللي بيعرف يختار هذا الطريق خليكم مع الدكتور